السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحلقة جديدة من خبارات اولاين. اتكلمنا بالكده كتير مع بعض عن استعادة الصور المحزوفة او الملفات المحزوفة بشكل عام من خلال او من الفلاش واخيرا من بطاقة الزاكرة او ولكن كان يأتي السؤال الاقصر اهمية ولدى من في المقدمة. وانا عايز استعيد الملفات المحزوفة بتاعتي من خلال الموبايل على طول بما ان معظم الناس حاليا بيستخدم الزاكرة الداخلية الخاصة بالموبايل في الاحتفاظ في الاحتفاظ بالبيانات بتاعتهم. عشان كده نهارده ان شاء الله معنا واحد من افضل البرامج اللي ممكن نستخدمها في استعادة الملفات المحزوفة من خلال الموبايل ولكن في النهاية هتحتاج برد يكون عندك جهاز كمبيوتر عشان تقدر تستخدم النارده. اللي بنتكلم عنه النهارده هو واحد من اقوى البرامج في استعادة الملفات المحزوفة. واللي هنحمله من موقع تينور شير. ان شاء الله سيب لكم الربط بتاعه موجود اسفل الفيديو. طبعا الموقع مش متخصص بس في استعارة الملفات المحزوفة ولكن هو متخصص في التعامل مع الهواتف الزكية. لو رحت هنا بس على الاقصام بتاعته هتلاقي في حاجة اصلاح في نائل في الغاء القفل واخيرا لهمنا استعارة الملفات. في عندنا قسمين هنا او في اجزاء هنا لجهزة الايفون وكمان الاندرويد. لو اه طبعا عندك جهاز وايستعيد الملفات منه. فانت هتتحمل الجزء الخاص بالأيفون او هتحمل البرنامج الخاص بالاي فون. ولكن طبعا احنا حنشرح على الاندرويد. فبنروح على استعارة البيانات الخاصة بالاندرويد. يعني كمان البرنامج في منه للاي فون. ف Rag wiverso He82 على اندرويد. هروح للوقت عالى الصفحة دي او هحولنا على الصفحة دي لنحمل منها برنامج الالت داتا فور اندرويد. وطبعا هتلاقي ان عندك هنا البرنامج غير مجاني. فانت دلوقتي هتروح على حاجة مهمة جدا جدا. عندنا لوقتي في خطوتين للخطوة دي. او في طرقتين الخطوة دي. اول حاجة ان انت ممكن تعمل حاجة اسمها تجربة مجانية. تقدر دلوقتي تحمل البرنامج. وتستعيل الملفات بتاعتك. وتشوف البرنامج هيقدر ان هو يجيب لك الملفات اللي انت حضرت ان عندك قبل ما تشتريه. ولا لا. ودي خطوة انصاحك بها جدا جدا. ولكن انا اواصل ان البرنامج هيستعاد لك الملفات بتاعتك. ولكن يعني برضو خلينا في الامان. قبل ما تشتري انت ممكن تعمل تجربة مجانية عشان تشوف البرنامج هيقدر رجع لك الملفات بتاعتك. ولا لا. الحاجة التانية بقى والان دلوقتي ان انا ممكن اشتري البرنامج على طول. ولكن انصحك ان انت من تشتريش من هنا. في دلوقتي هم خاص ما عاملين دلوقتي لو ضغطت على كلمة اللي موجودة هنا حاليا. طبعا لو ضغطت عليها كده. بيعمل لك حاجة دلوقتي او بدخلك على الصفحة دي. اللي عاملين فيها خصم تقريبا في حوالي عشرين في المية لو نزلت تحت كده شوية. في البرامج اللي موجودة عندنا هنا هتلاقي برنامج فهتلاقي انهم عاملين خصم هنا. يعني خصم مش كبير اول لكن برضو هينفعنا في اثناء الشراء. بمضغط على كلمة اشتري الان. هيحولنا بقى للصفحة دي. للمفروض انت دلوقتي تكتب فيها البيانات بتاعتك. البيانات بتاعتك ده زي الايميل. طبعا ده اهم حاجة في الموضوع. ان انت لما تكتب تكتب ايميل تكتب ايميل يكون صالح للعمل. وامل ايميل شغال. علشان طبعا هيلك عليه آآ البيانات بتاعتك اللي كلها زي آآ رمز التحقق. ولما تيجي تسجل آآ بيها في البرنامج هتسجل بي الايميل ده. تكتب هنا الايميل. اللي هو او اللي هو الاسم بتاعك. وكمان بعد كده الدولة بتاعتك. عندك طريقة الدفع هنا من خلال الفيزة او عن طريق البيبال. طبعا الخصم اللي هم عاملينه زي ما تشايفين ده الخصم بعد طبعا بعد الخصم اهو. عاملينه الخصم زي ما تشايفين كده وخصم المبلغ ده. واصبع عندنا ده السعر النهائي للبرنامج. طبعا للناس اللي هتقول لي هشتغل البرنامج ليه? وطبعا يعني انا هستعمله مرة واحدة. الموضوع بسيط جدا جدا. انت لو حسبتها دول تمامية جنيه. البرنامج ممكن اشتعل على خمس اجهزة. لو اشتركت انت او يعني اربع اشخاص مسلا في آآ الموضوع ده. كل واحد يدفع عميتين جنيه. والسعيد الملفات بتاعتك بامان. ويعني بدون بقى باتشات وبدون كراكات. وبدون ما تخاطر ان انت تودي الموبايل بتاعك لحد عشان استعيد لك الملفات. فيعني دي كانت واحدة من اهم النقط اللي بنتكلم عنها قبل ما نبتدي اي حاجة في البرنامج. فخليني بقى نرجع مرة تانية على البرنامج بتاعنا. طبعا احنا يعني انا حبيت تنوع على مواضيع دي قبل ما نبتدي. عشان ما تكملش معايا تقول لي بعد كده البرنامج مش مجاني. فهنا روح اقوله دلوقتي تجربة مجانية. واروح اعمل البرنامج. طيب دلوقتي بعد ما تحمل معنا البرنامج بالشكل ده فاروح نفتح البرنامج بتاعنا. نضغط على ونضغط هنا كده على كلمة زي ما شايفين كده البرنامج اصبح ان هو جاهز معنا بعد ما عملنا له طيب خلي بس نطلع بره عشان نوضح الصورة شوية. وانا دلوقتي على كلمة زي ما شايفين دلوقتي البرنامج بيحمل معنا. في خطوبة كده لازم نعملها دلوقتي وان احنا لازم نكون بتاعنا جاهز ومعنا وصلة الشاحن الخاصة بالموبايل عشان هنوصي الموبايل بتاعنا من خلال الوسطة دي على جهاز الكمبيوتر. زي ما شايفين كده البرنامج فتح معنا ومستني من دلوقتي اختيار بتاعي. دلوقتي ممكن اختار له داتا او طبعا جوجل درايف داتا او طبعا هي في مجموعة جبيرة جدا هنا من الحاجات اللي احنا ممكن نستعدها ولكن يهمنا في النهاية او الملفات اللي اتحزفت من بتاعنا فبنضغط على الاختيار ده. بالمناسبة البرنامج بيدعم اللغة العربية. لو حبيب تحوله الى اللغة العربية. فكل عالي جهاز بتروح الى التلات نقط اللي هنا دولت. بنضغط عليهم. وبعدين بتروح على اللانجويتش. وبعدين بتختار اللغة العربية. بالشكل ده كده هيتحول برنامج كله الى اللغة العربية. دلوقتي البرنامج مستني مننا ان احنا نوصل الموبايل بتاعنا. فهنروح على الموبايل بقى او هنروح على الموبايل بتاعنا بوسط الشاحن. ونوصل وسط الشاحن بجهاز الكمبيوتر. ونوصل الموبايل بتاعنا بالشكل ده. هنوصل الموبايل. دلوقتي هو مستني مني ان انا فعل حاجة اسمها او تصحيح اخطاء اليو اس بي فتعالوا نفعلها من الموبايل. وعشان تفعل تصحيح اخطاء اليو اس بي من خلال الموبايل فبتروح على الاعدادات. ومن اعداد هنا بتدور على حاجة اسمها حول الهاتف او تضغط عليها. وبعدين بتدور على حاجة اسمها او رقم الاصدار. تضغط عليها كزا مرة كده. لحد ما يقول لك الفضيل لك كم خطوة عشان تبقى مطور برامج. ولكن انا فعلتها هنا. فبالفعل بيقول لي انت مطور برامج. فخلاص بقى انا فعلت حاجة اسمها خيارات المطور. دي ما بتزهرش ان لما اضغط يعني سبع ضغطات هنا على رقم الاصدار. فهرجع وراء خطوة كده. ودور بقى على حاجة جديدة ظهرت عندي اسمها خيارات المطور. ممكن تلاقيها على الشاشة من بره او لو مليتها شاشة من بره ممكن تلاقيها في حاجة اسمها الاعدادات الاعدادات الاضافية. لو نزلنا تحت كده هتلاقي في عندي حاجة اسمها خيارات المطور ظهرت عندي بالشكل ده. بخش عليها بالشكل ده كده ودور بدلوقتي على حاجة اسمها او تصحيح اخطاء اليو اس بي. اروح افعل تصحيح اخطاء اليو اس بي بالشكل ده. وقوله هناك ده حسنا. الجهاز دلوقتي بيقول لي انت جاهز دلوقتي عشان تفعل او تشغل البرنامج. طب ودلوقتي زي ما تشافين كده بيقول لي مازال البرنامج ما اشتغلش وبرضو واقف على كلمة توصيل الجهاز. ولكن دلوقتي ممكن تعمل حاجة بسطة جدا بتنزل به الفودي او السطارة اللي فوق دي. وتختار هنا دلوقتي ممكن تلاقي انت عندك اه لاي الشحن عبر ضغط عليها وخليها نقل الملفات. زي هيشتغل معايا بالشكل ده. ودلوقتي بعلم على كلمة موافق دي ممكن اعلم على السماح هنا. وقول له هنا انا موافق. وخلاص كده الجهاز بتاعي اتوصل. دلوقتي عندي اكتر من اختيار هنا بيقول لي انت حدد الملفات اللي انت عايز تستعيدها مرة تانية. ولكن طبعا انا ممكن اغلاء الاختيار من على الكل هنا. واقول له انا عايز الصور فقط او عايز الصور والفيديو. مسلا يعني انت هتحدد اللي انت عايزه. فانا ممكن اقول له الصور فقط. حدد لي الصور فقط وعمل عليها اسكان دلوقتي. ولكن قبلنا خلينا قبل ما اروح على الاسكان دلوقتي تعال بس واريكم. انا مش هحزف صور من الموبايل. انا بس واريكم عدد الصور اللي موجودة عندي في الموبايل. خش على المعرض بتاع الصور. زي ما شايفين تحت كده هتلاقي ان الصور حاليا اللي موجودة في الجهاز كله. وده جدا جميعا لكل الصور اللي موجودة في الجهاز. الف ستمية واحد واربعين صورة. وبالاضافة الى تسعة وتمانين مقطع من الفيديو دول الف ستمية واحد واربعين صورة. اللي مش عارف في الرقم ده كبير او الله. فالمهم ما علينا خلينا خلاص احنا كده خلصنا الموبايل. فخليني نروح بقى على كلمة ابدأ هنا ونضغط عليها. هنا بقى الموبايل بتاعنا هيطلب مننا شوية حاجات كده. يعني مسلا زي ما شايفين كده اول حاجة نقول لنا كده السماح. السماح. وبعدين السماح طبعا حاجات دي كلها نوافق عليها. طبعا هيسبت دلوقتي برنامج على الموبايل. تطبيق كده يسبتوه على الموبايل. التطبيق ده انا ممكن احزفه بعد كده مرة تانية بعد ما خلص عادي مش محتاجه. ولكن هنا احتاجه بس حاليا لحد ما بيتسبت ويعمل لي اسكان او يعمل لي فحص للجهاز بتاع عشان استعادة للملفات. كده خلاص هو سبت لي التطبيق على الموبايل. هفضل ساب الموبايل بها بتاعي كده شوية. واستنى لحد ما الجهاز ما يبتدي يعمل فحص للموبايل بتاعي. الموضوع ده هياخد شوية وقت. زي ما شايفين كده معي البرنامج بعد ما انتهى من عملية الفحص فجاب لي رقم غريب جدا هنا كده قال لي ان هو عصل على اتناشر الف ستمائة تاتة وتلاتين ملف اللي هما صورة فقط. احنا فكرة اخترنا الصور فقط وجاب لي هنا اتناشر الف ستمائة تلاتة وتلاتين آآ صورة. يعني برقم غريب بصراحة شوية. طب يعني ممكن نقفل دي كده نبص على الصور بتاعتنا بقى. نشوف هو ادل ان هو يستعيد لي الصور اللي انا عايزها ولا لأ. تقدر تألف الصور اللي عندك ويتدورع فيها كلها كده. وتشوف الصور دي فعلا او البرنامج ادل ان هو يستعيد لك الصور اللي انت عايزها ولا لأ. فبسطة جدا لو استعاد الصور اللي انت عايزها فبتحدد على الصورة اللي انت محتاجها تعلم على صورة اتنين تلاتة او تحدد كل الصور. على فكرة ممكن تضغط على كلمة اختيار الكل هنا دي. وتختار الاتناشر الف ستين و تلاتة و تلاتين صورة دولة. يعني او انت الرقم اللي هزهر لك يعني بتاعك. وتقول له انا عايز استعيد الصور دي كلها. هتقول له هنا كده استرداد الى البي سي. وطبعا فيه حاجة مهمة جدا كمان. وادلوقتي كمان فيه صور ممكن تبقى يعني فيها شوية يعني تشويش كده. فبيستعيد لك الصورة بيعمل لك تحسين للصورة يعني يحول لك الصورة دي بتاعتها منخفضة الى جودة عالية. فبضغط على على علامة دي. وقول له هنا كده حسنا. فادلوقتي بقى بيطلب مني ان انا يعني اما اشتري البرنامج او ادخل بيانات التسجيل. بيانات التسجيل دي اللي احنا قلنا عليها لو انت اشتريت البرنامج فبيوصلك على بتاعك بيانات التسجيل. زي ما روح ادخلنا دلوقتي هنا تطغط على كلمة تسجيل. فبدخل هنا العنوان البريد الالكتروني بتاعي وبعدين رمز التسجيل. سونا ندخل ونرجع تاني. بعد ما بدخل بيانات تسجيل فبقول له هنا كده كلمة التسجيل. زي ما شافين كده بيجيب لي بيانات التسجيل بتاعتي بيقول لي ان الجهاز المستعمل حاليا والاجهزة المطفرة يعني زي ما قلنا مفتاح التسجيل ممكن نستخدمه الخمس اجهزة. ودي ميزة ممتازة جدا فانت ممكن تشترك انت وحد في مفتاح تسجيل وتشكيل مفتاح تسجيل واحد يبقى اشغال على اكتر من جهاز. فانا ده اتي كده حسنا. واضح ابدا هتي استرد البيانات بتاعتي دي كلها. اقول له تحسين الصورة. اقول له انا كده حسنا. اختار بقى المكان اللي انا عايز استرد في البيانات دي. وياريد تكون كمان يكون يعني مساحة كبيرة جدا لمجموعة الصور او مجموعة الملفات اللي انت بتستعدها. ولكن انا ممكن ما استعدش الملفات دي كلها. اخطار مسلا اي صور كده. اضغط على تحسين برضو على فكرة. اقول له هنا كده حسنا. اختار بقى المكان. خلينا مسلا نختار اي مكان كده على ديسك توب. اقول له ميكني فولدر. هو ده تبتر يستردلي ملفات اهو. نستردنا كده لحد ما يخلص. دي الملفات بتاعتي اللي احنا حددناها دلوقتي. وقدر ان هو يستردلي مجموعة الملفات ديت. وبس كده احنا قدرنا نستعيد الملفات بتاعتنا المحزوفة بطريقة امنة جدا بدون اي مشاكل. وطبعا بدون بقى لا كراك ولا باتش ولا كلام ده كله اللي احنا ممكن يسبب لنا مشاكل بعد كده. وبس كده خلصنا حلقتنا النهاردة اللي اتمنى كنا يا رب استفدتم منها لو عندك اي استفسار او اي تعليق او اي مشكلة قابلتك اسنا استخدامك البرنامج. ممكن تكلمني من خلال التعليقات او على صفحة الفيسبوك وان شاء الله يكون موجود وارد عليك. اشكركم جدا جدا متابعة حلقتنا النهاردة واشوفكم ان شاء الله في حالة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.